أكد مستشار وزير الداخلية في حكومة أقليم كردستان عبد الرحمن بلاف أن حكومة الأقليم لن تساوم أبدا على حقوق المسيحيين مشيرا بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل مع المسؤولين المحليين في دوهوك إلى أن المسيحيين لهم منزلة خاصة لدى القيادة الكردستانية ولهم تاريخ حافل بالنضال المشترك مع الكرد نحاول أن نبين أن حكومة الكابين التاسعة لن تساوم على حقوق أخوتنا المسيحيين لأن وجود هذا المكون الرئيسي في هذه المنطقة يعود إلى آلاف السنين وقد شاركنا المسيحيون في كافة مراحل نضال شعبنا سياسيا واقتصاديا وواجهوا الكثير من المشاكل منها الترحيل شأنهم شأن الكرد وهجروا من قراهم مرارا يجب أن نذكر أن الحكومة الكردستانية اهتمت بحل مشاكل أخوتنا المسيحيين وقد كانت إحدى المشاكل المهمة هي مشكلة الأراضي والتي بقيت مستمرة منذ عام 1958 وحتى الآن وتحاول حكومة كردستان حلها وفق قانون حقوق الأقليات في المادة الخامسة لسنة 2015